هؤلاء المغامرون يستعدون للانطلاق في رحلة بطول ثلاثة ألاف كيلو متر على متن هذا القارب المصنوع من القصب إلى مصر والهدف هو اختبار نظرية مفادها أن التجار المصريين القدماء كانوا يستخدمون مثل هذه السفن الشرعية في السفر للبحر الأسود ويعتزم هذا الطاقم بقيادة المستكشف الألماني دومينيك جورلتس الإبحار من ميناء فارنا المطل على البحر الأسود أشهر المقبل ثم الالتفاف حول وحر إيجا وعبور البحر الأبيض المتوسط إلى الإسكندرية ولا يزال القارب أبورا الرابع تحت الإنشاء في مدينة بيلوسلاف البلغارية القريبة وذلك بمساعدة اثنين من أبناء عرقية أيمارا في بوليفيا هما ذرمن ليماشي وابنه يوري الذان صافر كي ينقل خبراتهما في استخدام مواد هشة إلى آخرين وقال جورلتس إن المؤرخة اليونانية القديم هيرودوت استشهد بمصادر أقدم تشير إلى أن المصريين أبحاروا عبر البحر الأسود للحصول على مواد ثمينة لم يتمكنوا من العثور عليها في شرق البحر المتوسط وأضاف جورلتس أنه تم العثور على أدلة تدعم ذلك من خلال اكتشاف رفات مصرية حول البحر الأسود وشارك أعضاء آخرون من عرقية أيمارا الذين يعيشون على بحيرة تيتيكاكا في أعالي جبال الأندز شاركوا في حملات أبورا سابقة إلى وجهات أخرى وساعدوا الكاتبة والمستكشف النيرويجي ثورهيرداهل الذي عبر المحيط الهدئ في طوف من القصب وخشب البالسا يسمى كونتيكي عام 1947 اشتركوا في القناة